صباح الخير لكل يلي عم بيتابعونا عبر شاشة نور الشباب بداية نهارنا رح تكون مع كلمة الرب وفصل من الانجيل المقدس مع الراهب المريمي لأب جورج نصيف موسيقى ألا معكم أخوتي المشاهدين نحن وياكم اليوم رح نتأمل بنص من انجيل لؤى الفصل سبعة باسم الآب والابن والروح القدس لله الواحد أمين ولما أتم يسوع كلامه هذا كله في مسامع الشعبي دخل كفرنحوم وكان لقائد مئة غلام مريض قد أشرف على الموت وكان عزيزا عنده فلما سمع بيسوع أوفد إليه بعض شيوخ اليهود يسأله أن يجيء وينقذ غلامه فلما أتوا إلى يسوع طلبوا إليه بإلحاح قائلين إنه يستحق أن يفعل له هذا لأنه يحب أمتنا وهو الذي بنى لنا المجمع فمضى يسوع معهم ولما صار غير بعيد من البيت أرسل إليه قائد المئة أصدقاء يقول له لا تكلف نفسك سيدي فأني لا أستحق أن تدخل تحت صقفي لذلك لم أحسب أهلا لأن أجيء إليك لكن قل كلمة وليبرأ فتايا هكذا أنا فأني رجل تحت سلطان ولي جند تحت يدي فأقول لهذا اذهب فيذهب وللآخر اتي فيأتي ولغلامي اعمل هذا فيعمل فلما سمع يسوع ذلك أعجب جدا والتفت إلى الجمع الذين يتبعونه وقال إني أقول لكم إني لم أجد مثل هذا الإيمان حتى في إسرائيل ورجع الموفدون إلى البيت فوجدوا الغلامة قد تعافى حقا والأمان لجميعكم أختي نحن قدام نص الشخصية الأساسية فيه أكيد من بعد شخصية يسوع هو قائد مئة وثني يبدو أنه معرفته بإله اليهود ليست سطحية فبيظهر بالتالي أنه آمن بيسوع كإنسان مرسل من الله له سلطان كما أنه ظهر منه أناعة من هالقائد بأنه عند الشعب اليهودي فيه رسالة من الله للبشرية لذلك ساهم ببناء المجمع لهم النقطة الثانية المميزة عند هالقائد هو اهتمامه بالعبد يلي عنده لأنهم بالغالب كانوا يعتبروا العبيد كالحيوانات ويعملون على هالأساس بينما هون العبد بيقلنا الإنجيل كان عزيزا على قلب القائد فكان مهتم كتير لأمره حتى التجأ إلى يسوع طالب مساعدته بشفاء هالغلام أرسل القائد إلى يسوع الشيوخ هو قائد يعني معود يرسل كل يوم أفراد وجماعات في مهام متعددة كلف الشيوخ اليهود اللي كان عنده علاقة طيبة معهن يمكن تواضعا منه فهذا عمل بيدل على احترام للمعلم ليسوع كرميل ما يحرجه فالمعلمون في إسرائيل لا يحبذون التكلم إلى الوثنيين أو الدخول إلى منازلهم بيقول النص أن القائد طلب من الشيوخ أن بين مزدوجين يتوسلوا إلى يسوع كي يأتي والشيوخ لما نوصلوا قدام يسوع طلبوا كمان بين مزدوجين بإلحاح أن يأتي وكأنهم بخلفيات تفكيرهم كانوا متوقعين من يسوع أن لا يلبي طلبهم لأنهم يطلبوا منه كرميل قائد وثني والسؤال اللي يمكن وقته كان يجي بفكرهم هل يقبل يسوع أن يأتي وليس هل يقدر يسوع أن يشفي المفاجأة كانت أنه فرافقهم يسوع هالمفاجأة قابلة القائد بفعل تواضع أكبر إذ أرسل إليه الأصدقاء وكأنه هذا اعتراف جديد منه أنه غير مستحق أن يدخل الرب إلى بيته فعبر بذلك عن إيمان جعل الرب يسوع يلتفت أو يلفت نظر الجميع إلى هذا الإيمان كلامه كان مؤارنة بين سلطه كعسكري وقائد وبين سلطة يسوع السماوية التي تشفي بكلمة تنفيذ أوامر القائد لا تطلب أو تطلب وجوده شخصيا كذلك قدرت يسوع على الشفاء لا تتطلب وجود يسوع شخصيا إنما يكفي أن يقول كلمة فعبر بذلك عن إيمان مذهل بيقول النص تعجب يسوع من إيمان قائد المئة في مطرح تاني بنص تاني بيقول أن يسوع تعجب من عدم إيمان اليهود في الناصرة اليهود يلي عندهم هالكتب المؤدسة والهيكل وتاريخ يلي بيدل على عمل الله وحضوره بجماعتهم لم يتفاعلوا مع خلاص الله ولم يقبلوا يسوع بينهم بينما بالنسبة لقائد المئة الوثني حضور الرب بين شعبه لمس ألبه وجعلوا أقرب إلى الله منهم هنه هم يلي هنه أبناء الحقيقة بهالأسبوع الرابع من الصوم أسبوع العجائب نحن مدعوين أخوتي للتأمل بهالنص فمنتعلم من قائد المئة التواضع عرف كيف يقرأ رسالة الرب يسوع على ضوء السلطان المعتق له كقائد عرف حدوده قدام دور الرب كمعلم بين شعبه وأظهر عن إيمان مذهل كما أظهر عن إنسانية ليفتي لما نهتم بمحبة بالعبد يلي عنده ولما نكمان ساهم ببناء مجمع لليهود بينما هو غير ملزم بهالأمر كان ويمكن هون أظهر كمان هالقائد عن زكا وديبلوماسية زكية ليكسب قلوب الناس بالمنطقة الموكلة إليه هو وهذا يعزز استقرار المنطقة وبعده عن الأزمات ونحن كل إنسان أخوتي عنده مسئولية بمكان ما عنده ناس تحت مسئوليته فمن هذا القائد بتعلم كيف دخل الرب يسوع إلى وسط أعمالي بإيمان وهو سيرافقني ليغير حياتي بتعلم كيف أطلب بتواضع المساعدة ممن هم حولي عندما أشعر أنني غير قادر لوحدي أن أصل إلى الرب يسوع وما أجمل هالصلة نتعلم نقول كل مرة بدأ نلتقي بيسوع بالإربان ومستوحات من هالناص اللي اسمعنا اليوم يا رب لست أهلا أن تدخل تحت سقف بيتي ولكن قل كلمة واحدة فتحيا بها نفسي لك المجد إلى الأبد أمين مشاهدينا سنتوقف مع فاصل أسير خليكن معنا ترجمة نانسي قنقر 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 بالإصحاح بيبين أنه أول ما دخل يسوع إلى كفرنحوم وسمع قائد المئة بمجيئه ضغري أرسل الشيوخ اليهود لعنده ليطلبوا منه أنه ينقذ الخادم ليش وكيف تصرف قائد المئة بهالإيمان علما أنه هو وثنه مثل ما بيظهر بنص الإنجيل أنه ليس كثير بعيد عن الشعب اليهود وهذا الشيء يبين وقته قالوله ليسوع أنه عمرنا المجمع هو قائد الجيش الروماني الذي موجود هناك بالمنطقة ويعرف أيضا أصول كيف يتصرف مع المعلم في إسرائيل لأنه يعرف أن معلمي إسرائيل حتى اليهود كلهم المؤمنين لا يدخلوا إلى بيت شخص وسطني لأنه يعتبروا حالهم أنه يدخلوا إلى تحت صقف بيت نجيسين يعني هؤلاء يعتبروا أنه اليهود نجيسين فلذلك كان موقف إنسان عارف حاله مع مين عايش وبأي جو وشو إطار يلي عايش فيه فمن هيك تصرف بطريقة سميتها أنا شوي بالتأمل ديبلوماسية عارف كيف بده يتصرف مع شيء ما يجرح حدا وكرمال ما يحرج يسوع بهذا التصرف يلي صرفه فأرسل يلي هني أصدقاء وأصحابه الشيوخ أو يلي هني بالمجمع يعني بتعرف نحنا كان فيه واحد يكون مسؤول عن المجمع ومعه مساعدين هؤلاء يهتموا في الصلاوات اليومية لليهود ويهتموا فيما ناحية الدينية أبونا هل فعلا هو إيمانه اللي خليه يتصرف بهذه الطريقة أو لأنه هو مثلا شخص كثير بيهتم بشعبه أو مثل ما قالوا أنه بنالهم مجمع ولأنه كثير بيعز خدامه وما كان يعني مثل باقي القادة بوقته هون بدنا نركز على فكرة أنه هو قائد وثني يعني روماني منه من الشعب اليهودي نعم فيمكن كان عنده نوع من الإيمان بالإله يلي بيعبدو اليهود كان عنده نوع من المعرفة عن هالإله هيدا وكان عنده أكيد عنده إيمان أنه بيقدر يعمل شيء وخاصة من خلال هالشخص يلي بالنسبة لقاله كان إنسان المرسل من الأبي اللي هو يسوع المرسل من الله اللي هو يسوع فكان عنده إيمان لذلك وأكيد بدون شك يعني كان سامع بيسوع قبل شعب يعمل عجيب فأذن هالإيمان بالرسالة الموكالة للشعب اليهودي بوقته وإلى هالشخص يلي نواجد بيناتهم يسوع اللي يسمع عنه كثير كان فيه نوع من الإيمان اللي يخليه يندفع أنه بدي أطلب منه شو قادر يساعدني بقصة هذا العبد أو الغلام يلي حسب ما يذكر الناس يعني شو بيعني أنه قائد المئة أرسل الشيوخ وأصدقاء أقول عن يسوع يعني أنه ليش ما كان بيعتبر حاله أنه مستحق أنه يروح لعند المسيح أو أنه المسيح يروح لعنده هل بس بسبب العادات أنه ما بيدخل تحت سقف وسنة أو فيه أسباب تاني هو نوعا ما احتراما ليسوع وتواضع منه يعني قدامها الشخصية يمكن كان شيفها الشخصية المميزة بوقتها تواضع منه ما بدي رح شوف يسوع وبذات الوقت كمان القائد كان معود قائد يرسل كل يوم أشخاص أنه أنت عمولها المهمة أنت عمولها المهمة فهون طلب من هالشيوخ أنه أنتوا حكولي مع يسوع وكأنه أنا ما إلي عين رح أحكي معه أنه بأي وجه بدي واجهه وأنا وصلني يمكن يحس حلو محرج يمكن يرفض فهون كان في شوية كأنه في شوية خوف من رفض يسوع توصلوا إلى يسوع وهو لما نبعاتهم قالوا نشددوا علي أنه خلي يجي وهم رحوا توصلوا إلى يسوع فمفاجأة يسوع كانت أنه ما حكي ولا كلمة فقاموا مية بالمية دغري رفقون يعني هون منشوف أنه دغري لبط طلب شو ياللي خلي يسوع أنه يتصرف بهالطريقة أنه هن كمان ليش ما كانوا متوقعين أنه يقبل لأنه منرجع منقول لأنه كانوا عم يحكوا عن شخص وثني أنه تعا معنا في شخص وثني هو طالب منه تروح لعنده في عنده مريض بالبيت وطالب أنك أنت تروح لعنده فهالشخص الوثني بتوقعوا من يمكن حيالة معلم في إسرائيل أنه وين أخذيني ولو أخذيني عند شخص وثني ما أنتوا بتعفوا نحن ما نفوت على بيتهم وشو بدنا فيه وإلى آخر يعني صاروا يقولوا الحجج ليسوع ليقنعوا أنه يعني هالأد بالنسبة لآلون يقنعوا أنه لازم يروح معهم أنه يتوسلوا إليه وبنالنا المجمع ومدرشوا في يسوع أنه تطلع ما كان بده هالأد الخبرية راحوا ومشي معهم حتى ما سألوا ولا سؤال تاني فهالأد يسوع كان عم يلفط النظر ونحن نعرف إذا نرجع نتأمل بالمنزوفة أنه أكيد يسوع عرف أنه هالمنزوفة شفيت وعرف أنه راح تشفى بهالطريقة بس وقف وسأل مين لمسني مين دق فيه ليش لحتى يلفط النظر إلى إيمان هالشخص أعطول بدو يعني على الأشخاص يلي بيقامنوا فيه صح وبتعجب بإيمانهم يعني اليوم يسوع ضغري لبط طلب وقد بذكرنا هالشي بقوله أنه اسأل وتعطى وطلب وتجد وإقرأ ويفتح لكم يعني قداش يسوع اليوم عن جد بيركز على الأشخاص وإيمانهم تجاهه لأنه أكيد نحن نعرف أنه يسوع ما بدو يركز على الأعجيب بدو يركز على إيمان الأشخاص لأنه هذا الأساس يعني يسوع ما أجع على الأرض حتى بس يعمل أعجيب لأنه لو جاي بس حتى يعمل أعجيب ما كان يخلى مريض على الأرض ما كان يخلى حدا موجوع بس مش الأعجوبة أو الآية اللي كان يعملها بهدف أنه يوصل رسالة روحية لهالأشخاص بهدف أنه يلفط له النظر إلى العمق يلي هو الإيمان مش يضل على السطح أنه عمل عجيب تابع بعدين فأذن العمق هو الإيمان المرة المنزوفية اللي حكيت عنها قبل شوي وهيدا القائد دايما وحتى بغير مطارح يلفط إلى الإيمان انظروا كم هو قداش إيمانها قوي المرة اللي اللي كان عنية اللي ركعت قدامه عم تتوسل أنه يشفي لبنتها وهو قال له أنه لا يجوز أن يرمع إلى الكلاب يعني فبقيت هي مصرة فقال له عظيم إيمانك يا امرأة فأذن دايما يسوع كان عم بيدل على إيمان الأشخاص وهو ذات الشي عم بيدل على إيمانه لهذا الشخص قداش بيتواضع منه حتى رجع بعين بعدين بعطله أنه ما تفوت على بيتي ما بدي هل قد أحرجك قول كلمة ومن كلمتك أنت قادر أنك تعمل قداش إيمانه كان كبير أبونا يعني يعني إذا بدنا نقول نحكي عن هالنقطة بالذات أنه شو ده ليلة جملة قائد المئة وقت قال أنه كل كلمة ليشفي يعني فيوشف أنه من وين هالتقوى اللي عنده إياها كان أنه مثل ما قالت حضرتك بالتأمل كان السؤال هو أنه هل يقبل يسوع أن يأتي وليس هل يقدر يسوع أن يشفي كان عنده إيمان أنه عن جد يسوع سيشفي لأنه شايف فيه إنسان عظيم إنسان مرسل من الله حلق يمكن ما كان مآمن فيه أنه هو المسيح ابن الله الحي ولكن كان شايف فيه إنسان مميز بذات الوقت عمل هالمقارنة بينه وبين سلطة يسوع أنه أنا عندي سلطة يقول له هذا روح يروح يقول له هذا تعب يجي فأذن أنا قادر أني نفذ أوامر عن بعد فأنت اللي عندك هالسلطان قادر أنه تعمل هالعملية عن بعد قادر أنك تشفي هالغلام عن بعد حتى لو ما جيت بكفي كلمة منك وهون بذكرنا هالقد إيمان قوي نتذكر سفر التكوين أنه الله كان يخلق بكلمة فقال كلمة كان يصير فحصل إيه ليكن فكان فأذن هالقد أنا بحسه إنساني كان كتير متطلع على الكتاب المقدس لحتى شايف هالقد قدرت الله أنه بتفعل بكلمة ما ضروري يجي وحط إيده ويحكي مع الشخص المريض فهالقد كان إيمانه أنه كل كلمة فيبرأ فتايا طب أبونا شو بيلعب الإيمان دور بحياتنا نحن كمسيحية الإيمان هو نعمة من الله عطية من الله نحن بدنا نتقبل لحتى ندخل بمشروع الله الخلاصي إذا ما تقبلنا هالنعم اللي الله يعطينا إياها مجانا ما نستطيع ندخل معه بهالمشروع يعني مشروع الله بحياتنا ما رح يشتغل مثل واحد جيب لي رح نشبهها شوية بطريقة هكي مادية بين إيدينا واحد جيب لي مشروع عم يفلش لي قدامي أنه هذا المشروع معروض عليك أنه أنت تكون شريك فيه يمكن أنه ما بأكد لأنه رح يتحقق هذا المشروع فإذا ما عندي إيمان فيه ما عندي إيمان ورح يتحقق هالمشروع ما بدخل فيه بقت الخريطة على الورقة ونضبط بينما هالخريطة اللي فلشت قدامي إذا مشروع ويصير أنا شريك فيه هذا مشروع الله يعرض لنا إذا عندي إيمان أن الله قادر أن يصنع فيها العجائب الله قادر أن يجعل مني قديس وشريك له بملكة السماء فإذا أنا بدخل معه به المشروع هذا إيماني أني مشيت مع الله به المشروع كثير أوقات بحياتنا نحس حالنا أننا مثل قائد المئة غير مستحقين بيسوع يعني وقت قاله يا رب لا تزعج نفسك لأني لست أهلا أن تدخل تحت صقفي يعني نحن اليوم يمكن كرمل غير أسباب نحس أن نحن لا نستحق برك يسوع بسبب الخطايا وهيك لماذا هذا الشعور عند الإنسان لأنه يشعر بضعف وقدام عظمة الله وقدام كبر حب الله فنحن أكيد غير مستحقين ولكن الله جعلنا مستحقين بدم يسوع المسيح على الصليب فإذن دم يسوع المسيح هو الذي غسل هو الذي طهر وهو الذي شفانا وهو غذائنا الذي يجعلنا ندخل بمشروع الله فإذن دم يسوع المسيح يجعلنا باستحقاقات سيدنا يسوع المسيح منقول لما نكون في صلوات كثير باستحقاقات سيدنا يسوع المسيح فإذن الرب يسوع هو الذي دفعنا نكون مستحقين بدم هو الذي دفع عننا على الصليب حضرتك كثير حكيت عن صفات قائد المئة بالتأمل أنه على الرغم من أنه عنده سلطة هو مؤمن ومتواضع وإنسان ويعرف حدوده قدام الرب أمهما تواجد هذه الصفات بكل إنسان اليوم خاصة ذوي السلطة وشو التغيير اللي بيحصل وقتا يتم هذا الأمر النتيجة وقتا نحن نتمثل بهالصفات أكيد كل واحد مننا عنده مسؤولية بده يعرف أن هذه المسؤولية هي وكالة له يعني منه هو السلطان الوحيد وعنده السلطة الوحيدة على المطرح اللي نوجد فيه هذه وكالة وضعت بين إيدي بمعنى أن الوزنة لازم نتاجر فيها وما بحق لنا لن نفرط فيها ولا نضبها منا لقلنا ذات الشيء هالوكالة اللي قال الله أوكل لقلي بهالمكان اللي المسؤولية العطاني إياها بكرة بعدين ربنا بيسألني عنا شو عملت بهالوكالة كيف تصرفت بهالوكالة هل أنت كنت أمين هل أنت كنت محب هل أنت كنت عمطعت يما استفادت حتى تكون متصلت وأنه عم تكل حقوق غيرك وما عم تخلي حدا يتصرف غيرك فهذه مسؤولية كبيرة من هون القائد المئة بيدعي كل المسؤولين اليوم يلي بيقروا هذا الإنجيل ويلي بيتأملوا بهذا الإنجيل بيدعيهم اليوم أنه انتبهوا أنتوا عندكم حدود وما فيكن تطلعوا فوق ربنا ما فيكن تتخطوا قدرت ربنا ومشيئة ربنا فإذا انتبهوا كل شيء عم تعملوه في بعدين قالوا السؤال لأيكم في دينوني في محاسبة أنه ربنا يريد يسألكم شو عملته في المسؤولين حطيت بين إيديكم كيف كنتوا وكيف تصرفتوا أبونا بسؤال أخير يعني نحن اليوم كيف بدنا نحس بحضور الرب بحياتنا ونكون عن جد بنفس إيمان قائد المئة يلي نتعجب فيه يسوع يعني مثل ما قلنا قبل أنه يسوع يشدد على إيمان الأشخاص يعني مثل ما شفنا بالناس وشو بيلعب دور إيمان يعني إيماننا بيسوع شو هو دوره بحياتنا يعني أنه لأنه قائد المئة كان مثل قائد المئة كان مآمن أنه بس هو يروح عند يسوع بكلمة من يسوع بيشفى يعني نحن هذا الدور هذا الإيمان بحياتنا شو دوره هون بدي أسأل حالي وبدعي كل المشاهدين يسألوا حالهم قداش أنا عندي إيمان أنه الرب قدر بكلمة يغير حياتي قداش مؤمن بكلمة الرب بحياتي إذا مؤمن بكلمة الرب عن جد مثل ما كان مؤمن هل القائد الإنجيل البين إيدي يعني بدي آمن أنه بكل كلمة يقول الرب لا تسقط كلمة واحدة من التوراة أو من الإنجيل يعني بعدين السماء والأرض تزولان وكلامي لا يزول فأذن هل قد أنا بدي إيمان بكلمة الرب أنه كل شي قاله بالإنجيل هو قالنا صادقة هي هذه الكلمة بقول مربولوس كل كلمة هي صادقة وكل كلمة أنا أقرأها أريد أن أنها تتم في أوانيها وكل كلمة تتم في إذا أنا سمحت للرب يشتغل بحياتي بالنسبة لألي أنا إرادتي هي ما بدي تشتغل بحياتي وخلي كل كلمة بقرأها وكل كلمة صليها تعمل تفعل فعلة بحياتي لأن أنا أقول للرب نعم يا رب أنا بين إيديك مشيئتك بديها تتم بحياتي وبدي تكون كل حياتي تكون حسب ما أنت تعرض علي مشيئتك فأنا بقول لك نعم يا رب رهب المريم الأب جورج نصيف شكرا لألك ولحضورك معنا ولكل كلماتك اللي كل جمعة بتنورنا فيها أهلا وسهلا مرسي على هويكم